مرحبا مرحبا كيفكم؟ شو الله نحن كثير مناح ونحن بغرفة كثير لتخلي الوحد يعرق أنا ولم لا مشعرفين ايش نحكيه بس من حبكم ودعونا ونحن في الأولمبيكس ونشاء الله على خير ونستغرب من منظرنا لأنه كل حاب يلعب تكون وهيك لازم سيبري ونظلش يجي أظن أحكيه بس ادعونا ونشاء الله كل شي بكل مهي نشوفهم على خيري إن شاء الله ودعونا منحبهم باي باي كنت فيها حلوة تجربة كتير حلوة لكل رياضي أظن وإمان أكيد نفس إيش بتحيي يعني بالضبط لأنه يعني أخرتنا هي بما إنها كتير حلوة هي ناعدين في غرفة كتير برضو شوب وبس أتلا إيش فيها أخام تجربة لأي لعب أحلام فيها ونفيها كتير نشاطات ألعاب وكل إيش مصفرة يعني فيه أكتر من إشي ممكن أنت تسوي بس برضو ممكن أنت تتذكر الإشي اللي أنت جاي علشانه وبعد يبدو تنبسط بهذا الإشي لأنه هدول الأشياء عمور ما حد حلم إنه كل حد بيحلم فيها بس لا الناس اللي بيجوا عليها فهي قرية كتير حلوة وفيها كل شيء وأهم إشي أهم إشي الألعاب والأكل أهم إشي الأكل طبعاً الدمان بجزء استغرب من هذا الإشي بس إحنا مائنا رأصة فإحنا إش نحن دائماً إنه منحكي الحمد لله وبنشكر الله ثاني إشي إنه منسجد لربنا وآخر إشي بنائك ياس إنه مائنا إشي أنا والأغلب أكون مستقبة لدكتوراه لا بس بالله بتلاقيها بكل طباقة يقولون تحب الأكل بس فهيكون دكتوراه وأهم إشي إنه هونا إشي عن مقضينا للمات أنا أظن هكامل جراسي وإن شاء الله أكامل دكتوراه برضو بس بردو بكون أعلم مع أولادي وأكيد هحكي لهم هاي التجربة قديية حلوة واشجيعهم علينا ملعب رياضة لأنه جد اشي كتير حلو وبردو بكون أمذكر قدي عمري وانا خمساشة سنة اطلع صوري أبحك اول اشي طبعا انك تعرف انه الله دايما معك ومهما صار معك خسرت وفوزت دايما احمد الله لانه هو كل ما عالله ولف ولا تبالي وان شاء الله الله بوفقك وثاني اشي اللي هوبش بعد داكر عربنا انك تدرب منيح وضلك تدرب وما تزهق من التدريب وشو ما صار وخسرت وقعت بواحدة من المصاعب لازم دايما تتخطاها قوع أبدا أبدا تستسلم وضلك ضلك تدرب بكل جهات أكيد إذا ما وما فيهم بطل تستسلم بكل أبطال بيقعوا ورجعوا وكمل تدريب ورجع كمل تطلع في داك زي ما بيحكوا انه البطل يمرض ولا يعمل فعشان هيك انت زي ما نكمل وان شاء الله بصير في الدبالة الزاق اشتركوا في القناة